بعد عام من صدور الأمر الملكي السامي بتعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء نجد الأثر القيادي لسموه في الأخذ بمسيرة العطاء الوطني للآفاق الرحبة أوسع من أن يحدى ببطع كلمات إذ أن التنامي المتسارع نحو التقدم يتحدث عن نفسه حكمة وحنكة واحترافية واقتدار منقطع النظير لشخصية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة المصالح الوطنية العليا ووضع مملكة البحرين على خطر ريادة والتفرد والاستشراف بها نحو مستقبل أفضل اقتصاديا وتنمويا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا وتكريس الجهود لأجل شعب كان ولا يزال عماد النهضة والتطوير كما رسم لكل ذلك حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إن وجود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية تقوية لعزيمة العمل الوطني المشترك وتمكين للوطن في العبور الواثق نحو التطلعات التنموية المستدامة عبر استثمار التجربة الوطنية التي قادها سموه فجعل من دول عالمية ومنظمات دولية تتحدث خلال جائحة كورونا بلغة الإنجازات البحرينية والنموذج البحريني النابع بدروس الابتكار وبالقيم الإنسانية والقدرة المبهرة في إدارة الأزمة وتجاوزها لتكون مملكة البحرين دائما وأبدا المثال الذي يحتذا به